مشاهدين الكرام مساء الخير وأهلاً ومرحباً بكم جميعاً في تغطيتنا لهذه الأمسية التي أقامها المناسقية في مشغن لتيار المستقبل وذلك على شرف وبحضور عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل في لبنان الدكتور مصفى علوش والمناسبة هي بمناسبة مرور 12 سنة على رحيل ووفاة الرئيس اللبناني الشهيد رفيق الحريري فنرجو أن تبقوا معنا نحن اليوم برويالتي مانر بمدينة ديربون لنحتفل بذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري رحمه الله تابعونا لحتى نستعرض عليكم وقائع هذا الحفل مشاهدين لنا لقاء الآن مع ليسا التي هي تسعى للحصول على منصب مير في ديربون هايتس أهلاً وسهلاً هاي ليسا هاي جزيلاً لكي شكراً لكي شكراً لنحتفل من قائع للحصول على مير في ديربون هايتس تبقى ما هو المفقر؟ كالكي تجهزكي تكون لحصول على مير في ديربون هايتس أنا جميلة في تجارب الوصول في كمني. أنا قدراني متحدد كمني، وأنت اتبعوا على حول Konstantinos ومعرفة عملتي لهم. يريدون أن ديربروني تغير. يريدون أن يكون لـ مرانيك بوضع جديد أجل مع أدنباتي ومعرفة مع صلحنتنا ومعرفة على حول вмنتهم ومعرفة ما يهم عليه ويحبون Weather. لماذا ديربروني وتجارب الأنين؟ نعم في ربhead ربن كتابة للجerve ويطلب مستمجنون على مكوانيون تساين مؤسس وشيائي معظمات منها عندما نحن في مستمجنون بشكلهم في رجب معهم ونحن نغاية لكن يجب ان يكون حرم في مكانت للحالة ونحن لا تريد المكان إن goose وأن الأمور يتنين عن نفس الأبود. والجارة بل أو عمل أخير في الم correct physique وأن ن protesta كل رأس الناس. otه?". نเราTop 1999 والحديث سمت الأشياء لتناولها ح Beau-illes مaya. هذا فإن وقت الزيبية للـ сегодня بس有沒有 تلاحيائه و excelled厚 عادٍ من الكنيش آخر 테قبائي الخالد من أي مملكا والaves faesير تيشيئ كنية الإimerاد والسيوتي ، السواف تحل حياتي. نجائك علي رؤية المعد. مso่第二 yeah it's really important that we engage our residents and we're part of this we exist for them And I want us to get back to that fundamental concept Lisa how do you see a city suburban heights now and then What I see for our city and we have developed a vision to move our city forward yeah here with the future it's a city with future we need to be inclusive نتريد أن نتحرك التعبير وصفتها من الأخبار في طبعنا نجاتي وصفتها وصفتها من أسلوبهم مطلقين أن نحن المشاهدين مقابلين أجلنا ذلك بشكل صفحيح وصفتها مع أشخاص بشكل رائع ومع بشكل صفحيح ومع نعم توفعل ذلك ويجب أن نكون مطلوبًا لم نقاطاً لا أعتقد أن sieht مشكلة مع بعض الأياب في الربون؟ الأياب أعتقد أن الأياب أعتقد أن الأياب يكون هناك طويلة ولكن أعتقد أن نفسه يكون في مطاقة الحقيقي ولكن أيضا أعتقد أن لا يدفعون أن لا يدفعون في هذا المناطق لذلك يجب أن يجب أن يتم تعتبر المراجعة وأن جبما أقوم برغب شيئاً على الأطفال ونحن نحن نفسه وفتتح مني المعنى جداً إلى أن يجب أن نتعودنا معذاراً ولكننا يجب أن نعمل على هذه المستقبلات التي يحتوي على كل شخص وشخص وشخص. ليسا، أردتك جميعاً. شكراً لك، أعجب أن أجدك. شكراً لك. شكراً لك. شكراً لك. الحقيقة، يعني 12 سنة هذه الزكرة، وكل سنة بتزيد محبة الناس للشهيد رفيق الحريري. نحن بنعمل هذه الزكرة، نتذكره، ونتذكر أنه كان فيه أمل للبنان أنه يطلع من هالوضع اللي هو فيه، اللي هلأ كلنا شايفين هالوضع المتردي. إجا رفيق الحريري يعمل بلد، يأسس لبلد حضاري متقدم، يكون يعني جوهرة بالشرق، يرجع لبنان كما كان. ولكن الوضع في المنطقة، يعني الوصاية اللي كان، الوصاية السورية اللي كانت، ما أدرت تتأقلم بهذا الجو، لأنه هيدا الرعب والقتل، وهيدا من العناوين، وهيدا شيء هلأ عم نشوفه بسوريا. نعم، نعم. نعم. نص مليون سوري حرام يعني اللي عا بيصير. رفيق الحريري نحن نذكره، رفيق الحريري علم، كان بلبنان علم هالناس، بعثهم، حاول انه يعمل شيء بهذا البلد. ولكن بس يعني طياره بعده ماشي وشيخ سعد يعني منعتبر نحنا انه الشيخ سعد بده يكمل هاي الطريقة اللي كان بلش فيها رفيق الحريري وبعتقد انه ما بعم طولي الوضع يكون متل ما هو متل عم نشوف وهالوضع الاسود والقاتم بالمنطقة بش بس بلبنان بعتقد انه يعني الفرج ان شاء الله قريب معنا رجل الاعمال والناشط السياسي في الجالية العربية واللبنانية وليد امراد كلمة بها المناسبة اول شي مسيكم بالخير طبعا شكرا للم اي اي تيفي على تغضية هالمناسبة اللي انا بعتبرها مناسبة عزيزة علينا كل اياتنا مناسبة عزيزة على اللبنانيين وعالعرب وعا كل العرب الامريكيين لانه نحنا هلأ عم نكرم ذكرى رجل ما بيكرر التاريخ من امثاله نحنا تقريبا كل سنة نعمله ذكرى لا استشهاده هذا الرجل يلي حقيقة انزرع بقلوب كل الناس وكان محبوب كل الناس وبرأينا نحنا عمل شي لما كان رئيس دولة رئيس وزراء لبنان وطبعا عمل شي اكتر لما استشهد وخسروا لبنان منحب نأكد لروح رفيق الحريري انه الناس اللي بتحبك والمجتمع العربي الامريكي في منطقة مشيقين حتدلت تذكرك كل سنة صارنا 12 سنة نعمل هيك ومكملين وبعد اكتر هل برأيك سوف يكون او يجي بديل للرئيس رفيق الحريري او حدا بيشبهه بالنسبة لي مش مهم يكون عندك الكاركتير الشخصية مثل رفيق الحريري لاني انا بعتبره ظاهرة ما بتتكرر بالتاريخ المهم انه يجي من يحمل الرسالة تبع رفيق الحريري المهم انه نهج رفيق الحريري يستمر لانه رفيق الحريري ما كان يهمه شخصه قد ما يهمه فكرته تنتشر بالبلد ليعمر البلد انا بعتقد اكيد في رفيق الحريري ترك ارث كتير حلو بغض النظر ما بدي احكي هوني بشكل شخصي بس ارث طيار المستقبل في لبنان ارث عريق وانا بعتقد الشباب عم يعملوا جود جاب وقالله يقويهم وقالله يحميهم شكرا لألك استيز وليدي شكرا في شيخنا المرديني ما معنى حضورك اليوم لهذه المناسبة وليه ذكرى استشهاد رئيس الوزراء الاسبك رفيق الحريري بالله يعني انا بدي اقولك يعني الشيخ رفيق بالاثار اللي تركها بالمناقب اللي تحلى بها بالتضحيات التي اداها من اجل انعاش الوطن من اجل اقامة جيش من المعلمين ممكن ان انهوا هذه الصراعات التي وقعت بين ابناء الوطن الواحد واعادة تجميعهم واعادة يعني المياه لمجاريها والعيش المشترك الذي كنا نحلم فيه والكلمات التي يعني القاها من اجل انبعاث روح النهضة في ابنائنا هذه لا تغيب عن بالنا رغم انه قد غيب جسديا فنسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيد في ثوابه ونسأل الله ان يلهمه يعني الاخوة السياسيين والرسميين في بلادنا ان يسيروا على خطى تأليف القلوب وتجميعها وتوحيدها وايضا اعطاء هذه الفرصة للشباب لكي يروا مستقبلهم واعادة انبعاث النور من بلد النور لبنان لانه لبنان اولا كنا ننادي فيها ونتمنى ان يضعوها فعلا عمليا لبنان اولا نعم من اجل الشعب ومن اجل ابناء هذا الشعب الذي فعلا يعني اصبح مقهورا اكثر من الشعوب التي يعني تحيط به نعم امين يا رب بالنسبة بحلول شهر رمضان المبارك شو نشاطات المسجد بهالوقت والله النشاطاتنا عادة هي نفس النشاطات التي يعني نقوم بها وهي احياء روح التضحية والوفاء والتبرع والبذل واعانة الاخرين والوقوف جنبا الى جنب مع الاخوة اللي هم بحاجة وخاصة اخواننا السوريين واليمنيين والعراقيين المهاجرين الجدود وايجاد اساليب ممكن ان تحميهم كعمل تدريب لهم على الاعمال التي يعني موجودة الاتصال بالمؤسسات التي تحتاج الى قوى عاملة محاولة يعني تيسير امورهم اجتمعنا مع التواف الاخرى ايضا من اجل انعاش هذا الواقع واعادة يعني وضعنا نحنا كامريكان لانه احنا في امريكا نستقبل الغريب ونحاول ان نعينه ونحاول ان نجعله يعني بالمجتمع الموجود فنحن من هاي الناحية الان يعني نحاول ان يعني نستغل هذه الفوصة الروحانية من اجل وضع المعاني العملية في الواقع واعانة الناس وحفاظ على كرامتهم وكرامة ابنائهم ان شاء الله خير شكرا لك شيخ مرديني معنا المنسق السابق والمستشار لتيار المستقبل بمشقن ابراهيم الحقاني اهلا وسهلا فيك وكلمي بهيد المناسبة اه مناسبة احنا اتعودنا عليها اه كل سنة اه 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 منحاملين على كتافنا اه اه حاسين انه هيدا واجب ما ممكن انه نحنا نتخلى عنه ابدا اه هو الحد الادنى انه نكرم انسان ضحى بحياته اه اه في سبيل لبنان وانماء لبنان وعمار لبنان ان كانت من ناحية البشر ومن ناحية الحجر اه هيدا المناسبة كتير عزيزة على قلبنا ان احنا هنحافظ عليها حتى نحافظ كذلك على الامر على التواصل ما بين الجيلة اللبنانية الكريمة لحب الطيار المستقبل واللي هن وفيين لخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري نعم بدك تخبرنا شوي بس عن نشاطات المنسئية هون بمشيقن طبعا هي هذي النشاط الرمزي والرئيسي لألنا ذكرى 14 شباط في عنا كمان نشاطات أخرى منقوم فيها على مدار السنة من أحد الإفطارات نعملها برمضان وأمرار منعمل إفطارين برمضان في كذلك الأمر نحن عنا الفرصة الترفيهية نعملها بالصيف وأمرار منعمل مرتين وكل هالشي حتى نحن نقدر نجمع الجالية مع بعضنا ونداول أمور الجالية كذلك الأمر أمور الوطن اللي هو كل العالم تعرف أنه موم كبيرة رغم زغروا شكرا لألك كتير إبراهيم حقاني معنا الأستاذ وليد السيد أهلا وسهلا فيك بدنا نسألك كلمة بهذه المناسبة والذكرى استشهد رئيس رفيق الحريري يعني هي ذكرى أليمي لأنا جميعا صلنا 12 سنة من عيدة الذكرى هذه يعني أليمي من ناحية أنه خسرنا خسارة رجل عظيم عظيم للبنان عظيم للأم العربية بشكل عام بس كما فرحتنا أنه نجمع بعضنا ومنتذكر شو خدم لبنان شو خدم الشباب وكيف عمر لبنان وكيف علم هالشباب بوقت كان العالم عبتفتش على أمل كان هو أمل الحياة فهذا نحن عزينا برفيق الشهيد رفيق الحريري أنه هو كان أمل للجميع بموته بوجود ابنه هالأمل حيث يظل موجود وحيث يظل عايش وبوجود الشباب نحن دوما كل سنة هيده شعرة الذكرى ذكرى حياته وذكرى تضحياته لأننا جميعا ومش لازم ننسى هالتضحيات اللي عملها مشان نحن جميعا هل بتعتقد الشيخ سعد الحريري هو حيكون بديل للرئيس رفيق الحريري؟ هو يعني الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما له بديل يعني ما يجي مثله مرة من 500 سنة إلى 1000 سنة أو عم يخطي على خطا ولكن أنا بصور أنه يعني ابن بيو فعب يمشي على خطا أبو على تعليمات يلي أبو وجهه إياها وحياها بحياه بالتربية ما هو مربى مربى ببيت الرئيس الشهيد الله يرحمه فبصور أنه ماشي على الخط هيدا ولكن الظروف اليوم الظروف أصعب بكتير من أيام رفيق الشهيد فيمكن في ناس كتير بيقولوا أنه مثلا لو كان أبو طيب الله يرحمه ما كان يمكن أن أعمل هذا لا أوضاع اليوم أسوأ بكتير من أوضاع 2000 يعني أيام رئيس الشهيد نعم بدي أسألك عشو رأيك بيدور المنصائية بتاير المستقبل يعني نحن المنصائية هون بمشيغن عبتعمل جهدة وفيه تواصل دائم مع المنظمة الأمبيا اللي في لبنان ويعني جهدة الحمد لله مشكورة فيه ودوما يعني يعني دوما نحن شو مع منا مول ما نعمل أفضل بس هل عم تحصل على الدعم الكيفي هون من الجيلية نعم كمان نقول وغلاء زيتهم يقول منحب يجينا دعم أكتر يعني دعم كفاية ولكن منحب أكتر دوما نحن منحب مثل ما علمنا الشهيد لأنه توصل لمرحلة تتحسن ما تقولي والله نحن وصلنا للأمة لأنه ما في أمة دوما تطور دوما تقدم ودوما نحسن حالنا ونحن دوما ما نحسن حالنا إن شاء الله شكرا لألك معنا النائب السابق والعضو في المكتب السياسي لتيار المستقبل أهلا وسهلا فيك دكتور مصطفى علوش ويريد تعطينا كلمة بها المناسبة والتي هي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري الحقيقة لأنا اللي مرتاح ومبسوط فيه وبفخر فيه أنه الجالة اللبنانية بالولايات المتحدة الأمريكية ومو اختلف أسقار العالم لكن بالذات بأمريكا بتبعد وفية لها الذكرى هايدي ومتل منها شايفين الناس موجودين عم تشارك وأنا بعتبر أنه تكريم كبير لألي أن يكون أنا بهالمناسبة موجود بالذكرى مع الباقيين رفيق الحريري لا يمكن أنه يكون بس ذكرى موجود بعقول الناس طبيعة الحال الحزم بيروح بيبقى المعنى والمعنى والمغزى من استشهاد رفيق الحريري هاي المحافظة على البلد وإعادة تثبيت أركانه ووقف يعني الوقوف بوش العاصفة المتطرفة اللي عم تقوم بمختلف أشكالها داخل المنطقة التطرف الديني بكافة أشكاله وأيضاً التطرف بالأفكار الإجرامية القائمة لهيك نحن نحن البيحياءنا لذكرى رفيق الحريري عم نأكد على أنه السلم والاستقرار هو هدف الشعوب بأجمعها نعم بدنا نسألك عن سبب زيارتك هل هي محصورة بولية ميشيغن ولا عندك جولة بالولايات المتحدة الأمريكية أنا آخر محطة هي ميشيغن لكن كنت بميامي بفورت لودر ديل كنت بهيوستون كمان لبضعة أيام والمحطة الأخيرة هلا هي بديترويت وبعدين رجع على لبنان نعرف سبب زيارتك لميامي وبيئة المناطق نفس الأسباب اللي هي الاحتفال بذكرى رفيق الحريري وبانطلاق صورة العرض إذا بدنا نحكي عن شي سياسي وعن لبنان أو لك هيقروا أن الانتخاب قريبا ولا في إلا مفاجآت بهذا الموضوع المفاجآة بتكون إذا أقر بالحياة مش إذا أقر لا لا حدا لا ما في بادرة أنه يطلع قانون انتخابات جديد لكن الشي المؤكد أنه حسب القانون وحسب الدستور بغض النظر عن القانون المفروض تجرى الانتخابات وهيدا حق الشعب أما الحديث وأدخلنا بمنطق أي قانون أحسن من الثاني فبأكد لك مثل عادتنا كالبنانيين لا يمكن نتفع على شي مية بالمية بس أنتو كطياري مستقبل بتكون النسبية الكاملة لأنود الانتخاب ومثل كمان حزب الله نفس الشي لا كمان هيدا مش دقيقة الحديثة الحديثة أوكي وبنا نسألك هل شعبية الشيخ سعد الحريري رجعت بالشمال وخاصة ترابلس سعد الحريري قبل ما يفكر شوية شعبيته بفكر شوية المفيد لأنه اللي ما بيكون شعبي باللحظة هيدا ربما بيكون هو اللي بيفيد وبيرجع الناس بتلاقيه بالمستقبل ما عنا استطلاع رأي بالوقت الحالي اللي يقول شو الوضع لكن نعتمد على أنه المواطن بالنهاية بيعرف شو معنى المواقف وبيقدره وعلى أساسها بيأخذ خياراته وآخر سؤال لألك شو رأيك بالجالية العربية واللبنانية هون بمشقن أنا ما أنا بعطي رأيي لأنه حقيقة هني بيعبروا عن حالهم بكل وضوح أنا مثل ما قلتلك بس شوف الجالية العربية واللبنانية بالذات كيف عم تتصرف كمواطنين فعليين وملتزمين وكأشخاص بيسعوا إلى المستقبل بكل شرف وبكل نشاط ونجاحهم الهائل بمختلف الأوساط أنا بأكد على أنه يريد تجربة الاغتراب تنتقل على لبنان إن شاء الله شكرا لألك دكتور مصطفى علوش شكرا لألك كتير معنا ميلاد زعرب كلمة بهالمناسبة نحنا صرنا 12 سنة نجتمع بهالمناسبة لنتذكر الزكرة الأليمة صارت رجل من أكبر الرجال اللي مروا على لبنان وبنفس الوقت لنكون مع بعضنا ونذكر بعضنا بأهدافنا وما ننسى أنه نحنا تجمع 14 أدار يمكن بلبنان منو الوجود نحنا بعضنا موجودين وبعضنا بقوة ونحنا كلنا منشتغل كلنا سوى للبنان لبناننا كلنا اللي ربينا فيه ومنحبه ومنقدم كل شي كرميله وشو رأيك بدور تيار المستقبل والمنسئية هون بمشقن كتير كتير إيجابيين على طول مستعدين للشغل وعلى طول بالاجتماعات بأد مؤراء واقتراحات كتير 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 بنائة ومنشتغل نحنا وياهم بكل مليون بالمئة يعني ما في مجال أبدا شكرا لألك ميلاد زعرب شكرا مشاهدينا معنا الآن أحمد حسين منسق تيار المستقبل في وينزور كندا أهلا وسهلا أهلا فيكي شكرا لك خبرنا عن التجمع الجميل اليوم أفراد الجالية وأيضا الكثير من مدراء المنظمات العربية الأمريكية هنا يحتفلون بهذه المناسبة الأليمة على قلب اللبنانيين والعرب جميعا شو رأيك فيها؟ نعم هذه المناسبة نحنا تعودنا أنه نشارك فيها كل سنة الزكرة 12 لاستشاهد دولة الرئيس رفيق الحريري تعودنا أنه نشارك هون بمشقن مع هذه الفعاليات ومع مناسقية مشقن بالتحديد لأحياء هذه المناسبة حتى نستمر بأحياء ذكرى استشهاد الرئيس الحريري وأيضا لدعم مسيرة العدالة ومطالبة بالحقيقة ودعم المحكم الدولية الخاصة بلبنان كونك منسق تيار المستقبل في وينزور كندا كيف هو حال الجالية العربية المقيمة هناك؟ الوضع ممتاز الجالية العربية منوعة طبعا أكيد تعرفوا من كل الدول العربية وخاصة الجالية اللبنانية جالية طبعا كبيرة ونحن طبعا عندنا كمان أكتر من مؤسسة على المستوى الاجتماعي والديني والسياسي وبالنسبة لتيار المستقبل كمان مناسئي تيار المستقبل مناسئي فعالي ونشيطة على مدى الـ 12 سنة اللي مرأوا وأيضا مستمرين إن شاء الله إن شاء الله أحمد إحسين شكرا جزيلا لهذا اللقاء القصير وأتركك بهالمناسبة الحلوة شكرا إليك وبتشكركم على هالجهد الكبير اللي عم تعمله وتحياتي للجالي العربية هون بميشيغن وإن شاء الله منلتقي بمناسبات دائما مع بعض إن شاء الله شكرا جزيلا طبعا one more time عن الترحيب خاص الترحيب خاص بمؤسسة أعلاني has been in the state of Michigan for a long time مؤسسة أنا بسمي a creative and very active organizations when it comes to programming and covering the community activities everybody let's give a big thanks to the N.E.A.T.B. and Mr. Barii Jardani طبعا بدي رحب بالإستاذ يحكى شوشار ووفيته أهلا وسهلا فيكم الشباب من ينزل كل درات أهلا وسهلا فيكم بدي هلا قدم لكم our MC for the night a lady that she's very dynamic she never say no for some reason كلنا سوى بنا نرحب الانسي for the evening الانسي السيدة مهى وهب أيها الحفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمي واسم الحقيقة الإدارية طيار مستقبل ميشيغن نرحب بكم جميعا ونشكر حضوركم لمشاركتنا في إحياء الذكرى الثانية لإستشهاد الشهيد الغالي الشهيد رفيق الحريبي مساء الرفيق الذي دائما معنا وفي قلوبنا ووجداننا 12 سنة مرت على رحيلك ونحن في كل يوم نتذكر أكوالك وأفعالك ولا يمر يوم إلا وانت في البال والفكر 12 سنة مرت على رحيلك يا شهيد لبنان وأنت باقي فينا في كل مكان وعلى كل بلسان وأكثر من مجرد ذكره يقول صحفيقة غسان شربي في إحدى مقالاته كان رفيق الحريري مثل تلك المقماشة النادرة رجل يتكو عليه مدينة رجل يتكو عليه جبل رجل تتكو عليه بلاد وبعض الرجال مثيروا حسد الجبال رفيق الحريري كان من أكثر الشخصيات المعاصرة التي حازت على حب واحترام حقيقي من قبل كل من عرقوه وعملوا معه أو تعاملوا معه كان رحمه الله يختصر كل المعاني الإنسانية من احترام الآخر وسماع كل تلك الحريري وستعاملوا معه وبدأ الشاب المبناني يشعر باهمية الأعمال والأمل والأن والسلم الأهلي ما لم يرق لسلطة الوصاية وأبنادها وبدأوا يعدون العدل التخلص منه ورجع المبناني إلى صادق عهده من القوضة والتسلط والفساد وهذا ما حصل في اليوم الرابع عشر من أشباب ألفين وخمسي إلى إلا حسابات سلطة الوصاية وحلفائها لم تكن ناجحة في هذا المجال فكانت ثورة الأرز في أربعة عشر آذار والتي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من كامل الأراضي اللبنانية كان يعلق تيالك يوماً أسوداً يا رفيق الإنسانية وصديق البصداء وحبيب الشعب وهذا بطل من الجميع يرحبوا معي بالمتحدث الأول في هذه المناسبة إمام المركز الأمريكي الإسلامي الرجل المعتدل وصاحب أصمام الأمام لهذه الجالية والمعين حديثاً معتمد ديني لدى مركز الشرطة في مدينة ديربون الشيخ محمد ماديني في قلمة في واحد من هذه المناسبة May the peace and blessing of God Almighty be with each and every one of you when you took the time this evening to come and share and see the dream that Shaykh Rafiq al-Hariri after all these years he built his own in terms of success but he at that time did not forget that to enjoy the success he would like to see an army of scholars not an army carrying weapons an army of builders that will return to Lebanon that heritage of carrying the light to invite hearts and minds and people and continue that example example that they live together beyond their own sect or religious group that was a dream that Shaykh Rafiq lay down not just only by words but by action and when he said لبنان أول and Lebanon first he took these words from النشيد الوطن the national anthem of Lebanon when you raise your voice and echo كلنا للوطن so Rafiq directed what he has in his life to revive the best character of that country Lebanon to become a game revolving around all the highest practice of morals and spreading peace justice and equality to all but yet he was a man has his vision has his dream as we have an example here in our great country that hosts us United States of America you have a man who said I have a dream but this dream fulfilled because of the believer in that dream and let that man died the dream still on and the racism elevated and the rights been implemented and that's what we would like to see in our great country Lebanon seeing the people believe in that dream the dream of unity to unite the people of Lebanon so they could really share and enjoy the rights the civil rights and be united to revive Lebanon again would love to call and ask Dr. Alush who is here with us tonight to carry on this message to all of our representatives in Lebanon that you have to forgive and forget the selfishness and concentrate on serving people and we understand in this great country when a representative leaves office he becomes a citizen except in Lebanon when he leaves his position his salary will continue forever and ever and that's never heard of besides we pray and we cry and ask our representative in Lebanon to treat the people of Lebanon as they treat their own kids then at that point all the people of Lebanon will enjoy the equal opportunities and not to go to this representative or that representative because his son wants to go to a university or hold a job or have any privilege so we pray and we cry that the dream of our belief Sheikh Rafael Hariri continues with the believer in bringing people to be united under the best system that we dream of to have all Lebanese be treated equal by their representative may God bless you and may God reward you again for accepting the call today and come to share and hear this dream so I pray to each and every one of you and before that I pray for the Sheikh Rafael Hariri may Allah subhanahu wa ta'ala increase his reward many faults with all of those who sacrificed as the people of Lebanon because you and I know how many how many Lebanese individual sacrifice his life to have Lebanon to be victorious and to have the people of Lebanon to be united may God bless you again and reward you again and thank you for the invitation to have shared these words with you may Allah bless you and reward you our next speaker for tonight is Dean of School of Engineering and Computer Science at Auckland University with 68 faculties and 3,000 students 2,436 undergraduate students and 687 graduate students Chair and Department Head of Mechanical Engineering, Mississippi State University Director of Biohuel Center Managed the activities of a multidisciplinary team of more than 15 faculties and 40 students 40 graduate students In the name of Hariri Foundation student Please welcome with me Dr. Louai Shama You know when they asked me to speak for a few minutes in this event usually I have more political events but because I'm a proud Hariri Foundation graduate I couldn't pass this opportunity and be thankful be thankful for Pierre Hariri and the Hariri Foundation and I was one of the first group that we came to the United States in 1984 and this group of students almost 60 or 70 percent of us finished PhDs and stayed in this country but we stayed with the mission we stayed with the mission that we share the same vision as Mr. Rafael Hariri that through education we can break the cycle of poverty everywhere in the world and Hariri saw that vision in Lebanon that if we educate people in Lebanon we can make change and we can contribute positively to our society and I remember in 85 I think in one year brought about 25,000 students regardless of their religion whether Sunni, Shia, Rome, Mormon everybody was on that airplane because he wanted, he had that vision for Lebanon that we can be a great country and education, I share that vision and I do it every day in my job basically I help everybody I try to help everyone with a different gender, different ethnic background, different religion it's our duty and that's because of the Hariri Foundation but at the same time I wouldn't have finished my education without the help of the Hariri Foundation I'm not only proud to be a graduate of the Hariri Foundation I'm proud to be from Lebanon I'm Lebanese-American but more importantly I'm proud to be born and raised in Tripoli which is one of the poorest areas in Lebanon and they need education they need everything that possibly we can education can give you a lot of opportunity but doesn't make us good citizens so let's remember this we can have education we can have vision but it's our duty, individual duties to actually contribute positively to society and we can do it locally right now we have extraordinary time around our country whether you're a Sikh with a turban being attacked or a female that were hijab being attacked or any other person attacked because they look different and I really think right now locally we have to all to come together whether your name is George, Mohammed or David if you look different you're going to be in jeopardy so we really need to all come together and make sure we're against hatred and bigotry everywhere and at the same time even if we're away from Lebanon we can contribute to our country our homeland we can contribute by taking the positive that we learn here in this society and take it back when we visit and tell everybody about how I bet everyone in this room we have a Christian friend we have a Jewish friend we work together we respect each other at the human level why not take that back to Lebanon and tell them about the great way that we live all together again education each one of you can contribute to educating another person $50 can do $25 $10 so basically together if each one of us contribute $10 to educate one student we're making a difference and we're honoring Mr. Raquel Harir and this is how we honor our people that have vision and future for our homeland by helping each other small but big groups contributing small amount can become a huge amount so I really appreciate everybody and I appreciate the community that invited me to speak to all of you being here tonight all of you I want to thank all of you being here that means you care you care about each other you care about the community and you care about the homeland but let's interpret this into action and let's all work together to have a great country and a great homeland thank you thank you هو بيننا يشد أزلنا ويقوي عزامنا رحمك الله يا أبو بحاء رحمك الله يا شهيدة لبنان رحمك الله وأسكنك فسيح جناته لك السلام في كل يوم وكل شهر ومع كل صباح ومساء وهلأ بطلب منكم ترحبوا معي بمنسط طيار مستقبل في مشقة السيد جمال صعب والذي كان من أوائل من حبله لواء المستقبل وأعطى الكثير من وقته وجهدي لإنجاح مسيرة الطيار الآن جمال صعب أتكون نولا بالعربي ولا بالإنجليز لا أعملت بالعربي أصحاب النيافة والفضيلة أيها الحضور الكريم نستمع اليوم لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريق رجل وطني ودولة رجل رؤية وأسرار على النجاح طالبين الرحمة والمغفرة له ولكل شهرات نجتمع تحت خيمة الإيمان بلبنان والحلم بغد أفضل نحمل راية ابن الشهيد ووريثه وحامل آمنته الرئيس سعد الحريق ونؤكد أنه بعد 12 سنة لن نقبل من أحد أن يقول لنا أن المصالحة مستحيلة بين حقيقة اغتيابه وبين حلمنا للمستقبل مستقبل لبنان ومستقبل كل لبناني وكل لبنانية نعم نحن فاوضنا وساولنا للحفاظ على الاستقرار لكن لم ولن نساوم على الحق أو الثوابت كالمحكمة الدولية والموقف من السلاح الغير شرعي موقفنا واضح بالانفتاح على النقاش الانتخابي وتأكيد على جهوزيتنا للذهاب إلى الانتخابات في أي دي الأحضار انطلاقا من إننا ضد أي فراغ وخصوصا الفراغ النيابي ونشيل هنا أن المسؤولية تقع على عاطق جميع القوى السياسية وما يحصل لا يضر بمصلحة طيار المستقبل أبدا فنحن نؤمن بالدموقراطية ونحتكم لها وأوضح دليل إننا نكاد نؤكد أن الطيارة الأحدث في البلد وإجرينا انتخابات داخلية على كافة المستويات وباركة القيادة النتائج دون أي تدخل ونحن نعلم من هنا إننا مستعدون للانتخابات راحت راية المستقبل سيخوضها بعنوان وطني تنموي واجتماعي إنما في موضوع الساعة السلسلة وما رافقها من أعمال أغاية فنقول على الملأ موقف الرئيس الحريري هو البوصة في هذا الموضوع ونحن كطيار المستقبل حريصون على اقتصاد البلد ففي ذكرى الثانية عشر لاستشهاد الرئيس رفيق الحريبي نستسجل الحركة الاقتصادية والمؤتمرات لدعم اللبنان التي عمل لها الرئيس الشهيد فلا يزيدن أحدا على شجاعة الرئيس الشاب والجري الذي نزل إلى المتظاهرين لأنه لا يؤمن إلا بالحوار ولكن للأسف ردة الفعل مستنكرة وكشفت غايات أخرى لهذه التحركات لذلك نقول مجددا نحن كطيار نتفحى موجع الناس لأننا منهم ومطالبهم مطالبنا وإرادتنا صادقة بإقرار السلسلة كحق للفئة المطالبة بها بعيدا عن المزايدات الشعبوية والانتخابية ولكن لا نريد أن تعطى السلسلة بيد وتنخذ من اليد الأخرى من خلال أي ضرائب تطال الطبقات الفقيرة والمسطر ونحن الضيار الذي يطالب الأصباح وذلك في صلب مشروعنا السياسي والاقتصادي وفي صلب إصلاحات متمرات باريس واحد واثنين والثلاث ونحن من يريد الليضاء على مكان الفساد ومزاريب الهدف ولكننا لسنا وحدنا فجميع القوى السياسية عليها العمل لتأمين أقرار السلسلة بالشكل الذي يحفظ مصالح الناس واقتصاد البلد وأخيرا أيها الأخوة مع كل هذه الأسئلة والمواقف والهواجس في حقيبة إنسان في غناء التعريف بصراحته المعروفة ومواقفه الصلبة وسقروا من صقور مستقبل لبنان رحبوا معي للنائب السابق وعدوا المكتب السياسي الدكتور مصر مالوش ونشكركم وعشكم وعشكم لبنان شكرا لكم شكرا لكم في مجرد سأبدأ بمعضل قلقات في الغنبال ونحن لتعود إلى العرب لأنني أعرف أن الكثير منكم سبباً تشعروا العلم definitely I'm really glad and honored to be again and again for third fourth or I don't know how many times with this very beautiful community and to tell you the truth I always feel honored to be Lebanese when I see you because the success and the exemplary behavior that you are giving in this country is really something that we have to take home. We really want to take this example and apply it back home to see how good education, good efforts, and a lot of work can lead to success. Not a push from somebody or being related to anybody. The thing is that I always say to all the communities I have visited around the world that the best way to represent your homeland is to be a good citizen in the place you are because this is the best thing that honors your country and honors your nationality. To be loyal to the land where you are living and where you are having your success that you couldn't have probably or you had less than what you need or what you deserve back home. This is why I always say this and people think that I'm trying to be ambivalent about nationality. We are people who live in the world and boundaries are only imaginary because we are related in every mean. We are related by the world, by the ideas. because now with the communication tools that we have you can see somebody who looks like you mentally, emotionally in Indonesia or China or anywhere in Alaska and you can be a stranger for your neighbor because he doesn't look at you like you at all. This is why, again, thank you for all the efforts you are doing for your country in being good citizens in the United States loyal to the United States and when we say loyal it doesn't mean like we do it back home tribally loyal to a leader loyal to the idea that has created this great, great country this great land that gave a new horizon for humanity the idea of freedom a government for the people and from the people all of these are examples that this country have given to the world irrespective of who is leading or not leading the country during this very moment. Anyway, I'll go back to Arabic and this is why I hear the Freedom Stay for me aanga who hopes and prizes of tule the who or who who and or O'K or or ? or والموت هو مصيبة تبدأ كبيرة وتصغر مع الوقت لذلك ليس مناسبة لإعادة الذكرى بجزءها الهزينة ولكن علينا أن نأخذ العبر من هذا الرجل من حياته ومن الاستشهاده كيف كانت حياة هذا الرجل؟ ماذا فعل؟ ماذا حاول أن يفعل؟ وكيف السوشي ولماذا السوشي؟ بالطبع كلنا نعلم كيف كانت بذلاتهم أتى ونحف الصحر وقام بالعمل بمختلف الأمور التي يفعل الرجل أن نجعل أول إمرأة في أمريكا أن تقوم بها يعني يمكن أن يقصد الصحور وهو زهف وقطف بورتقال وإنما هلاك وهذا الفخر بالعمل هي صفة ملازمة لهذا البلد في وقت وفي كثير من الأحيان يعتبر العمل بأنه نقم المهم ليست في ذلك فقط تكرر تنزل قضية مرة ومرة ومرة وعن كم من الأعمال الخليرة قام بها رفيق الحريري أصلاً أكرر هذه النصحة المهم هو أن نأخذ العبرة عندما قال رفيق الحريري بأن لا أحد أكبر من بلد لا يعني بأن البشر يعني يجب أن يكونوا ضحايا من أجل بلدهم ولكن بالتأكيد كل ما أصبح يعني معنا الإنسانية ومعسى لنا البشر وأهمية البشر أيضاً تكبر عندما يساهمون في همار بلدهم يساهمون في استقرار بلدهم من خلال التخفيف من التخريب الانتزام بالقانون الانتزام بالعمل الجاد التنصف للاقلاتهم نحن الآن كما ترون نحصد في عالمنا العربي في لبنان، في سوريا، في إيران، في ميليا، في اليمن أحد الأمور التي عملت ليتفاداها ربي الحالي وهي إخراج هذا العالم من الاستنقاع الاستنقاع من العالم الاستنقاع إخراج هذا العالم من الاستنقاع حاول بجهده وبجهود الكثيرين من الذين تعاملون معهم أن ينظر إلى مستقبل كما قاله هو مش بأوروبا يعني لا نعني أن ننقل أوروبا أو يصلح إبنان في أوروبا أو التصلح السعودية في أوروبا ولا يعني أبداً التفدي عن الكثير من الأمور الإنسانية التي كنت تميز على العالم العربي في بعض جوانبه ما قصده هو أن يكون نظافة الكرف الجهد العمل الدؤوب والإبداع هي الوسائل لكي تتحسن أحوال الناس نحن نعلم أكثركم يزهد ويزور يعني دائماً الفكر كيف ينتني أو يصلح مشهوراً أو يشبع الإنسان سواء بدون أيها يعني العمل هو أشياء وعيد أن فرق كما قلت لا يكن إعادة له ومنطقة له أن تتحسن وأن تخرج من الوضع المرعب الذي ستعيشه إلى الكلام الإجاب الوسائل لكي يكافأ الجهد وتكافأ المعرفة بالمسيط من النجاح من يظن أنه يملك الحقيقة المطلقة يكون بالتأكيد أبعد الناس عنه ومن يبحث عن الحقيقة هو من يكون أقرب الناس نحن في منطقتنا نتقاتل وننأمر أنفسنا لأن كل واحد مننا يظل أنه يحوى الحقيقة المطلقة ولا يبحث حقيقة عن الحقيقة كما نرى وكما تنونه الآن هو مزهي ومرعب وأيضاً أعطى فكرة بأن هذه المنطقة لا يعيش فيها إلا براقبة ومقوش يعني خرجوا من الكهور منذ وقت قليل لكن أنتم جزء من هذا الشعب وتمكنتم بظلوف وعياناً تتوينوا فكرة أخرى أكثر من 99 مئة من أبناء هذه المنطقة يسعون إلى المؤمن ألاك إلى العيش المستقر إلى الإيمان الإيمان البعيد عن التعصر لأن الإيمان هو ملازي نهاية يشعر كل فرق بأنه بحاجة له عندما تقدر الدنيا أعوامه ربما على بحاجة إلى الأصباء من أعوامه وكذل أعوامه نعم حيث ستعلم هذه التعصصر من تاتيار مشتقر حيث ستعلم مستقبل Michigan Board Member and Community to Dr. مصطفى عدوش. Thank you for your attention and your support with us. We are presenting another award. This award is also my favorite. Certificate of Appreciation. The Certificate is presented to Middle Eastern American TV and Radio. N.B.A. Sayyid Waleed Ja'dan. Thank you. We would like to present to you this award, thanking you for all the effort that you are helping everybody with. Thank you Waleed Ja'dan. Thank you. Thank you very much.